أهلا وسهلا أخت آسيا أنت معانا على الهواء أهلا وسهلا أهلا بك تفضلي أخت آسيا مرحبا أنا عندي ثلاثة أزئلة تفضلي سؤالي الأول يعني هل المكسوب بالغداسة هل المكسوب بالغداسة أن الإنسان محصوم؟ ده سؤالي الأول سؤالي الثاني أنه يعني ربنا بيعلم أنه نحن كالناس يعني قاصرين أن الإنسان قاصر ويعني قاصر وما هو كامل يعني وضعيف يعني قاصر وضعيف يعني فليش يعني ربنا بيطالب بأننا نكون على هذا المستوى العالي من الغداسة سؤال الثالث عن الغداسة هل تبدأ الغداسة بعد الزواج؟ ولا قبله؟ هذه الأسئلة بتوعي الثلاثة أتمنى أن أعيد إجابة على الأسئلة ربنا يباركك أخت آسيا أنت مؤمنة بالرب يسوع؟ طبعا طيب هاي أخبار كتير كتير حلوة ربنا يباركك وربنا يحميك أخت آسيا وأسئلة كتير كتير مهمة وهو يعني الأخلية جاوب على بعض منها بس خلينا أوجه الأسئلة أنت سمعت أخلية؟ السؤال الأول هل الإنسان معصوم؟ بالتأكيد الإنسان مش معصوم من الخطيئة الإنسان له ولسيما المؤمن يمتلك طبيعة إلهية جديدة لكن في داخله الطبيعة القديمة الضعيفة التي تقاون واحد اتنين بما أن الإنسان قاصر وغير قادر ليه الله بيطلبه بهذه المستوى؟ جاوبنا عليها في أول حلقة أو المرة تاني ربنا عارف أن أنا ضعيف وقاصر وما أقدرش أعمل حاجة عشان كده قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا فالرب قبل ما يقول لي كونوا قدسين رح قال لي اسمح لي أدخل قلبك أخسلك بالدم أسكن فيك بالروح القدس أديك قدرتي الإلهية افتح قلبك حبيبي اتجوب معايا أديك الكلمة المقدسة سلاح الله الكامل فاعطاني كل الإمكانيات التي أستطيع بها أن أعيش حياة القدسة يعني إحنا تبررنا بالدم وتقدسنا بالدم وكل عمل يعني إحنا من خلال المسيح يعني الله بينظر إلينا من خلال بر المسيح من خلال كمال المسيح وكأننا لم نفعل خطيئة هذا البر يعني من ناحية شرعية أنا بتكلم صحيح فإذن الله يعني من خلال المسيح نستطيع أن نقوم صحيح سألت سؤال ثالث عن الزواج الزواج هل إنسان بيتقدس قبل الزواج هذا ناطق تدو هذا ناطق ما لهش علاقة خلال لا إحنا أنا فهمت يمكن على السؤال إحنا مقدسين في الرب على أساس عمل المسيح على الصليب ولكن قدسية الزواج نعم اللي هو في العهد نعم على أساس يعني العهد مقدس عادة في الزواج اسمه العهد المقدس منتقدس في هذا الزواج لأنه صرنا جسد واحد ومثل ما مكتوب في تسالونيك الأولى صحاح أربعة يعني بقول يعني أن تمتنعوا عن كل شيء بشر وبعدين لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة وبعدين إرادة الله هي قداستكم أن تمتنعوا عن الزناية بتكلم عن العلاقات إنه خلاص بيتنجس الإنسان لم يكسر هذا العهد اللي هو العهد المقدس بتهيأ لي هيك أنا مفهومي ممكن من آسيا يمكن أريد بس الشيء بسيط وأقول أنه اللي عايز يعيش مقدس ملهاش علاقة بالزواج فهناك شباب عزاب عاشوا مقدسين وهناك رجال متزوجين عاشوا في النجاسة وقع زي داود وعاش يوسف الأعزب طاهر وإن كاي بتسأل على العلاقة الزوجية فالعلاقة الزوجية هي مقدسة ليكن المطجع مقدس والزواج غير ناجس طبعا يعني تقتبست الآية في أفسوس خمسة لكي يحضرها يعني الكتاب أقول أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة بعدين يقول لكي يقدسها أو لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة مقدسة لغضن فيها يعني في علاقة قداسة أو قدسية الزواج هذا شيء طبيعي لكن احنا بنتقدس من خلال عمل المسيح الرب يسوع المسيح وبالزواج ندخل إلى هذا العهد المقدس لأن هذا العهد المقدس يكسر بارتكاب خطية الزنا لما أكون في المسيح مقدس كل توجهات حياتي هتكون مقدسة يقول الكتاب برضو في بطرس الأولى الصح واحد للمتغربين يقول لنا إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محبا سيروا زمان غربتكم بخوف وقبلها يقول لهم لكي تكونوا قدسين في كل سيرة يعني في كل سيرة قداسة التي امتلكتها في المسيح تؤثر على علاقاتي المادية على علاقاتي الأسرية على علاقاتي مع أخواتي اللي حواليها أصبح مقدس وطاهر ونقي في كل جوانب حياة زي ما كان كل شيء مقدس في خيمة الاجتماع في الهيكل نفس الشيء الله بطالبنا في حياة القداسة لحياة النور حياة الاستقامة نعم في مصداقية حياة الشفافية الوضوح يعني لا ظلمة البتة يعني فعلا تكون مثل يسوع المسيح مقدسين في كل سيرة في كل سيرة المادية والروحية الأسرية والعملية حياة الكنسية الحياة السرية القداسة في السر ودي ما أنا أعتقد واحدة من معاني الطقوة هي مخافة الرب في السر لأنه ما يحدث في السر ينعكس على العلان والظهر آمين اشتركوا في القناة